صباح الخير يا شباب عليكم. اه النهاردة هنكمل في الالكترية الانجينيرينج. هنتكلم عن المحاضرة التانية النهاردة. اه افكركم بس كده انا اللي بدرز لكم دمادة. يعني تعني تعريف نفسي تاني سريع عن كده. انا اسمي هادي حبيب. انا بشتغل في جامعة هاليوبلس من تمان سنين. يعني مع انشاء الجامعة. اه انا اصلا واخد في الشبكة الزكية يعني. وتخصصي من لي في الشبكة الزكية وفي الطاقة المتقددة والكنترول. ويمكن قبل كده كنت اشتغلت مع زميلكو في كورس اسمه اللي هو الكورس اللي اعلى من له. اه انا الشيرمن كمان بتاع اللي موجود في مصر. ويعني فيه شوية حاجات تانية كده عملتها. حبيب يعرف فيك وهو زي ما بقولوك اكتب الاسمه وانت هتشوف كل حاجة. زي ما قلنا تاني كان المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن وخلصناها. النهاردة هنتكلم عن والكيرشوف ده الاسبوع الثاني. زي ما قلنا الاسسمن ده هيكون كلاقاتي عشرة في المية عشرة في المية عالكويزيس. عشرين في المية عن ميترم وعشرة في المية في الاخر على وخمسين على امتحان الفاينل. زي ما قلنا احنا يحتاجين ان احنا نتابع طبا ستب وعشرتك المحاضرة او اللي Lewis اللي هبقى موجود لازم että كل يكون حاضر لازم تسمع المحاضرة دي قبل السيكشن طبعا ده هيساعد كتير في السيكشن ان انت تكون متابع تخيري ما فيش منك انك تسمع المحاضرة اللي متسجلة او انك تحضر ويبقى عندك اسئلة اهمة احنا ما بنتعلمش صح يعني. في ventsاكتشFilm هنتكلم عن اه من ناحية تاريخية ومن ناحية تانية اكتر للموضوع وعن كرشوف كارنت لو وكرشوف وورتج لو وهنستنتج من كرشوف كارنت لو كارشوف وورتج لو قانونين تانيين واحد اسمه والتاني اسمه ده يمكن اوم مشهر واحد في تاريخ الكهرباء يعني الراجل ده عمره كان من الف سبعمائة تسعة وتمانين لالف تبنمائة اربعة وخمسين رجل اللي عمل كتاب الكتاب ده هو اللي في اومز اللي احنا بنشتغل عليه اللي بيقول لك اللي على مقاومة يعني بيتناسب مع الكارنت اللي ماشي في المقاومة دي هيتعرف عنه اكتر لينك ده هيساعدك انك تعرف عنه اكتر يعني في بداية كلام وقال لك ان بتساوي رو ورو هنا دي اللي هي ريزيستيفيتي ان اوم ميتر درجة المقاومة اللي موجودة حسب المادة اللي معمول منها السلك اللي هيمشي فيه الطيار لو جود كوندكتور هتبقى الريزيستيفيتي بتاعته قليلة لانه هو اساس هو موصل للكهرباء زي الكابر والدهب الجولد لو هو جود انسوليتور يعني عازل كويس هتبقى الريزيستيفيتي بتاعته زي الازاز او الورق تمام? المهم الار بتساوي روف ال ال ده طول السلك ايه? الارية بتاعت كتر السلك زي ما هو موردين هنا كده بتاعه اللي هو ده اعمل ازاي? دي الارية اللي هو بيتكلم عليها. تمام? ومن هنا قلنا ان او بمعنى اخر او 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 بس اا vanilla بيتغير لو التيار انت عايز تحسب العاكس بتاعه هتبقى الـ و النahis عيي ار ده لو عكس اتجاه الطيار اللي انت بتتكلم عليه يعني الطيار داخل من نيجاتف البولتج مش من بتاع الو تش يعني داخل كثيرا. انا كان ذاخل على الوريانة بنتكلم على الاشارة. انا داخل على النهi جيaha ففي الحلة دي الـ و الناقس اي واحد فر طبعا الواحدة بتاعته او ممكن عمل الواحدة دي تكريما لو الرجل اللي هو اوم اللي عمل القانون نفسه. في حالتين بس انا حابب اوضحهم لك. وعشان كده ذكرتوهم تاني هنا. الار بتسوي زيوركة دي معناها ان في مقاومة كميتها سفر. يعني very high conductor. وفي حاجة تاني اسمها open circuit. open circuit يعني دايرة مفتوحة. دايرة مفتوحة معناها ان المقاومة بتسوي انفينيتي. طبعا بتسوي انفينيتي عشان ما فيش طيار هيمشي فيها. بينما في الشورت سيركت بتسوي سفر عشان كل الطيار هيمشي فيها. تمام? نحلي ان نكمل كلامنا ونرجع لمرجوعنا تاني. فزي ما بحكي لك كده القوانين دي شباية مهمة. في حاجة تاني اسمها الكوندكتنس الجي. ايه الجي دي? عكس الار او مقلوب الار. الموصلية. دوك هاسمها المقاومة. دي اسمها الموصلية. الجي اكوال واحد على ار. يمكن اليونت بتاعت الجي بتسوي حاجة اسمها سايمينز. دي الوحدة بتاعتها بينما كانت وحدتها اوم. آآ السايمينز ده بيساوي امبير على تاني كان بيساوي او الريزيستنس كان بيتساوي على امبير لانها مقلوبها. في الحالة دي الفي بيساوي اي على جي. او الاي اقوال جي في او الجي اقوال اي على في. طبعا كله ناتج من مقلوب القانون بتاع الفي اقوال اي ار اللي هو الريزيستنس هو جاب الريزيستنس دي وقلبها فطلعته التلات قوانين دول. يفضل انك تعرفها وانك تكون فاهم فكرة الكوندكتنس انها عكس الريزيستنس. دي الموصلية بينما التانية مقاومة توصيل الكهرباء. في حاجة تالتة برضو مهم ان احنا نبقى عارفينها من دلوقتي وهنشتغل عليها اكتر في المستقبل. حاجة اسمها الباور. الباور ده اللي هو ريتوف انيرجي دي سابيشن. ان زي انستانتينيس باور. واحنا عارفين ان الريزيستنس اصلا زي ما قلنا المرة اللي فاتت. الاليمنت اللي بيسحب كهرباء او بيسحب طاقة زي ما قلنا. طبعا من قانون الباور ان يلفيه الباور بتسوي فيه في اي. لو حبينا ان احنا نستخدم آآ قانون آم بقى ونشيل الفين ونحط مكان ها اي ار هتبقى الباور دي بتساوي ار في اي سكوير او لو شلت الحطت تبقى المكانها في على ار هتبقى الباور دي سكوير على ار طبعا هو كله بيحط قانون في القانون الاساسي بتاع وبالتعويض. لو حبيب تستخدم الطابعا الباور بيتساوي في في سابتة يعني بتساوي جي في سكوير لجاية من اللي فات او اي سكوير عليJ لاو انت حبيت تستخدمها. قلنا قوم ده كان العالم الاولاني اكتر واحد مشهور في علم الكهراء. جيب عديه واحد تاني برضو مشهور اسمه كيرشوف. راجل ده عاش من سنة الف تمنمية وعشرين لالف تمنمية سبعة وتمانين. راجل ده روسي. حتى باين من اسمه. عمل قانونين مشهورين جدا. اسمه واحد اسمه كيرشوف والتاني اسمه كيرشوف. قانونين دول سعدوا كتير ان الواحد يقدر يعرف الطيارات والفلطات اللي ماشية في اي دايرة كهرباء موجودة. عايز تعرف عنه زي ما بقولك برضو كده في اللينك اللي موجود تحت ده انت ممكن تستخدمه. في حاجة بس عايزين نتكلم عليها بخصوص السيركت دايرة الكهرباء. سيركت هنا اللي هي دايرة الكهرباء. وخلي دايما الاسمه ده واضح. وهي اسمه سيركت مش سيركت. عشان الناس عالت لغبط يعني. بتتكون من ايه? بتكون من برانش. ايه البرانش ده? الكابلة ده برانش. الحاجة اللي بتمشي فيها الكهرباء او بتتوصل الكهرباء. بتكون من حاجة اسمها النوت. ايه النوت دي? لوحة الكهرباء اللي موجودة في البيت. او اللي موجودة في الشارع. او اللي موجودة عند محطة المحولات. اي لوحة كهرباء تيمينمثلها بنقطة. وبتمثل بنقطة. بينما دي بتتمثل بمقاومة. يعنيش كده موجودة عشرة مقاومة. او حاجات تانية بس من اللي اللي هنستخدمه دلوقتي مقاومة. وفيه لوب. لوب ده يعني اي مصار مغلق للكهرباء. زي ايه? زي المصار اللي موجود للبيت. مصار الكهرباء اللي في البيت. ده بيعتبر مصار مغلق. ده اسمه لوب. تلات مسميات دول شوية آآ مهمين. ممكن ده كده انت ممكن من المعنى تقدر تستنتك الدايرة اللي موجودة تحت دي. فيها كام وكام لوب وكام آآ آآ نوت موجودة. النوت هنا اللي هي النقط دي. برانش ازاي ما اتفقنا. هتلاقي ده تسعة وده خمسة. وده برضو خمسة. ممكن تجربها كده عشان تتأكد انك وصل لك المعنى بتاعها. تمام? مرة اللي فاتت اتفقنا ان فيه نوعين اساسيين من الكنيكشن. وليس كل انواع الكنيكشن. هنكتشف بعد كده ان فيه طرق تانية للتوصيل بتاع المهم يعني النوع الاولاني وده اشهر نوع فيهم اللي هو انك تكون موصل زي ما هو واضح هنا كده اروان وارتو سيريز ليه? لان ما فيش حاجة ما بين اروان وارتو من الناحية دي. فيش حاجة هنا قطعة في النص ما بينهم فكده يبقى هم سيرز. وان النوع التاني اللي هو هم مش متوصلين مع بعض وما فيش حاجة اطعمة بينهم يعني اروان وارتو لا انت لو جيت بسط من ناحية دي الخط ده اطعم ولو جيت بسط من ناحية دي الخط ده اطعم. بس هو لازم عشان تبقى يكونوا متوصلين من الناحية تاني. فهم كده متوصلين وكده متوصلين. تمام? وفي جهة التوصيل ما فيش حاجة في النص يعني ده اللي احنا لازم نأكد عليه برضو. تمام? وطبعا هنا الطيار سابت في السيرز الطيار سابت. الطيار اللي في ار واحد هو نفس الطيار اللي في ار اتنين. في البراليل الطيار اللي في ار واحد غير الطيار اللي في ار اتنين. بينما الفولتج اللي على ار واحد هو نفس الفولتج على ار اتنين. هنا الفولتج اللي على ار واحد اللي هو بي واحد ده غير في اتنين اللي على ار اتنين. تمام? هنا نفس اللي هو نفس جهد البطارية. طبعا نفس جهد البطارية لان هنا ما فيش مقاومات. تمام. نيجي لاول قانون هندرسه النهاردة جديد بقى. اللي هو كيرشوف كارانتلو. ايه كيرشوف كارانتلو ده? كيرشوف كارانتلو بيقول ان مجموعة طيارات اللي دخلة على نقطة بيسوي مجموعة طيارات اللي خارجة منها. تمام? وبناء عليه فان يبقى الطيارات اللي دخلة موقس الطيارات اللي خارجة من النقطة بيسوي سفر. ازاي? نقطة دي مسلا دي نوت. طبعا النوت دي قلنا بتتمسل لوحة الكهرباء. ايه اللي داخل لها? اي واحد واي اتنين. واي اربعة. واي اللي خارج منها? اي تلاتة واي خمسة. بيبقى اي واحد. هنقول ان اللي داخل ده هنديله اشارة بصدف. اي واحد زايد اي اتنين زايد اي اربعة. تمام? واللي طالع هنديله اشارة نيجاتيف. ناقص اي تلاتة. اي خارجة من هنا كده. ناقص اي خمسة بيسوي سفر. او بمعنى اضاك اي واحد زي ما هنشوفها في السلايد الجاية. ان اي واحد زايد اي اتنين زايد اي اربعة بيسوي اي تلاتة زايد اي خمسة. يعني الاتنين يدوك نفس المعادة. لو حابب تعكس بقى وتدي الاشارة للخارج والنيجاتيف للداخل برضو هتديك نفس المعادلة. فالاتنين صحة بس المهم ان احنا نوحد القانون. يتدي اللي داخل واللي خارج نيجاتيف يتعكس. ما فيش مشكلة اللي اتنين هيتلعولك نفس المعادلة. يعني انت عارف انك لو دربت المعادلة دي في نيجاتيف ون هتبقى هي هي. سي ما درسنا كلنا في الرياضة يعني. ده باختصار فيه قانون تاني اسمه قانون ده بيقول ايه? بيقول ان انت لو عندك مصار مغلق. وده بيسموه مصار مغلق. او يسموه لوب. بيقول لك اللوب دي مجموع الفولتات اللي فيها لازم يكون بيسوي سفر. طيب ودي اعملها ازاي? هتاخد نقطة. زي النقطة اللي هو معلم عليها دي يعني. هتاخد اول اشارة موجودة عند كل يعني دي ناقص في نوت. هتبقى انت عايز تمشي كده هو يعني تمشي مع اتجاهات الساعة. تبقى ناقص في نوت. قد كده اول اشارة هتقابلك زائد في وان زائد في اتنين. قلت لما تلف ترجع تاني النقطة وفيش ايلي من تاني. بيسوي سفر. لو عايز ناقص بقى وتمشي عكس عقارب الساعة. هتطلع لك نفس المعادلة بس كأنها مضربة في ناقص واحد. برضو بتسوي سفر. وان كانت دي ولا دي الاتنين هيتدوق نفس المعنى. تمام? هو ده كرشوفورتج لو. انا عارف ان انتوا درستوا في الفيزياء الموضوع ده. ومن هنا تقدر تقول ان او ال في نوت مش في اوت بصوري. بتسوي في واحد زائد في اتنين. احنا قلنا بنعمل ايه في بنجمحها على بعض. لان احنا نستمت القانون دلوقتي. في احنا قلنا ان او اللي هو مساميه هنا بتساوي ار واحد زائد ار اتنين. وبناء عليه في ان داجي منين ان اللي هي بتاعت بيتساوي بي وان بلاس بي تون. بي وان اللي هي الفولت اللي موجودة على ال الابرانية بيتساوي اي في ار واحد. وفي تو اللي هو الفولت اللي موجود على ال الابرزيستنس التانية بيتساوي اي في ار تو. لو حاولت تاخد او عمل مشترك هتبقى ان ال بي نوت بتساوي اي بباكت ار وان زائد ار تو زي ما هو واضح. ار وان زايد ار تو ده ما هو ده قانون الاكويفلانت اللي انت بتجيبه اللي هو الار اس. تمام? من هنا ان نتلع ان الار اكويفلانت بيتساوي ار وان زايد ار تو. وهو انا بيحاول يثبت القانون بتاع السيرز اللي احنا اخدناه مرة اللي فات. من القانون بتاع كيرشوف فورتجي لو. تمام? فيبقى الطيار اللي ماشي في الدايرة بيساوي الفي نوت اللي هو ار وان زايد ار تو. لو انت عايز تجيب بقى في اتنين وهو هنا الشغل الجديد اللي هنزل نعمله. الفي اتنين دي بيتساوي اي في ار اتنين. الاي دي قانونها زي ما انت شايفه فوقه كده هتبقى الفي بتاعت السورس على ار واحد زايد ار اتنين. في ار اتنين. يبقى انت لو عايز تجيب الفولت اللي عند المكومة التانية اللي هو ده بيساوي الفي بتاع السورس على مجموع اللي موجودة في اللي انت عايز تجيب عندها الفولتش. من هنا جي القانون بتاعها. طب لو انت عايز تجيب الفولت اللي عنده ار واحد هتبقى برضو نفس الفكرة هتبقى اللي موجودة اللي هي ار وان على ار وان فلس ار تو في الفولت بتاع السورس بنفس الفكرة اللي اتبعناها هنا. يعني باختصار كده انا لو عايز اجيب الفولتش عند اي رزيستنس من التو رزيستنس اللي هم مع بعض فما صار مغلق زي دول كده هنقول ان ال في واحد بتساكل. ال في كلية اللي هي ال في توتل اللي موجودة اللي هي جاي من السورس مضروبة في انت عايز تجيب الفولتش فين عند ال ار وان في ار وان على مجموع المقومة ايه? نفس الكلام لو انت عايز تجيب في اتنين. سوري. نفس الكلام لو انت عايز تجيب في اتنين. في اتنين زي ما انت شايف كده بتساوي الفولت التوتل مضروف في المقومة انت عايز تجيب عند لها الفولتش على ار واحد زائد ار اتنين. يزبط هنا انت ممكن تتبعه. بس انا يهمني انك تكون عرفت القانون نفسه. مش حافظته تكون عرفته. تمام? البرالل رزيستور زي بقى لو هم موجودين على شكل زي ما انت شايف كده. لو ان في الحالة دي الطيار اللي ماشي في ار واحد مش هو اللي ماشي في ار اتنين. لكن اللي على ار واحد هو نفس الفولتش العر اتنين. بيقول لك الاي بتساوي اي واحد زائد اي اتنين. الاي واحد اللي هو فيه على ار واحد هو نفس الفولتش. والاي اتنين اللي هو فيه على ار اتنين. يعني الطيار بيساوي في واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين. هو انت خدت الفولتش يعني 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 بيتساوي يعني بيتساوي فيه على الار بتاعة البراليل او اللي هي الار اكويفلنت اللي درسناها المرة اللي فات. تمام? يبقى الواحد على الار اكويفلنت اللي يبقى تبقى البراليل هتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على اتنين. ما هو ده لو انت حاولت تتوحد المقامات هيوصل لك ان الار اكويفلنت بتساوي حاصل ضربوهم على حاصل جمعه. تمام? عايزين بقى او ماشي? يبقى بتساوي الار تاعت البراليل دي. دهي الار المكافأة اللي انت بتحطها مكان واحدة فيهم. والتانية بتحط مكانها يعني كأن الدايرة عاملة كده. وهينا ده خلي بالك. مش بس ده مش موضوعنا للوقت. ان حتى مش تفرق كتير. هيساوي. نمسح لك من هنا على عشان تقدر تشوف. تبقى اي واحد هتساوي اللي عليهم هما الاتنين على ار واحد. يعني الطيار اللي ماشي هنا هيساوي ال في على ار واحد. تمام? احنا عايزين نعوض عن ال في دي بدلالة الاي اللي مداخل على الاتنين اللي هو الاي الكبيرة اللي موجودة فوق. هتبقى ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين في الاي. جات من اين? وهو ال في دي بتساوي الاي في الريزستنس بتاعت البي. يعني ال في دي اصلا زي ما اتفقنا. خليل? في بتساوي الاي في الار بي. والار بي القانون بتاعها هقول اللي انت شايفه اللي هو ار واحد في ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. انت بتقول ان اي واحد بتساوي على ار واحد. من هنا هتطير ار واحد اللي هنا دي مع الار واحد اللي موجودة. فهيتبقى من القانون ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. ده الطيار اللي ماشي في المقاومة الاولى من اي. نفس الكلام اللي ماشي في المقاومة التانية. من هنا ان اي واحد بتساوي ار. البعيدة اللي ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. مضروف في الطيار التوتل اللي ماشي اللي خارج من السورس وداخل على المقاومة تين. يعني عكس القانون التاني. القانون التاني انت كنت بتقول ان اللي موجود على الريزيستور اللي انا عايز اجيب عنده بيساوي المقاومة اللي انا واقف عندها على مجموع المقاومتين في ال في توتل. هنا الطيار اللي انا عايز اجيب عنده بيساوي الريزيستور اللي انا مش واقف عنده. اللي هو البعيد اللي ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين في الطيار. ومن هنا هيقولك ان الكران مع الريزيستنز. انك بتستخدم الريزيستنز البعيدة مش الريزيستنز انت واقف عندها. عكس اللي هو معكوس القانون ده. بالنسبة بقى لو انت عندك كزا مقاومة مش واحدة بس فان الواحد على الار اكويفلنت تساوي واحدة الار واحد زائد واحدة الار اتنين لو هما تلاتة هيبه زائد واحدة الار تلاتة لو هما اربعة يبقى زائد واحدة الار اربعة حد بقى ما تشوف هما كانوا كام برانش انت عايز تجيب عندهم. ماشي هنحل كام اكزامبل كده يسهلنا الموضوع عشان نفهمه. ده الاكزامبل الاولان. عايزين نجيب VX دي. اللي هو طالبها دي مننا باستخدام الفولتج ديفايدر لو. نحلها ازاي? اول حاجة عشان تحل المسائل باستخدام الفولتج ديفايدر او حتى الكرام ديفايدر ممكن تستخدم وتتخلص من كل المكاومات الا المكاومة اللي هو عايز عندها الفولتج او الكارت. تمام? هنا الفولتج اللي هو VX دي. مش هو نفس الفولتج اللي موجود على المكاومة التانية اللي بارلل معها اللي هي الاربعة. انا بس بأكد لك معلومة قبل ما نحل يعني. تمام? زي ما برضو العشرة اوم والعشرة اوم دول عندهم نفس الفولتج. اوكي. اول حاجة. في حاجة هنا معي حاجة? ما ده اول سؤال بس اقاله النفسي. اه فيه. ايه مع ايه? بص الاتنين والواحد دول مع بعض. هتقول لي ما فيه ما بينهم هنا. انت لو تزركزت شوية وتخيلت ان الفولتج سورس ده موجود هنا وده مش هيغير حاجة في الدايرة. تكتشف ان الاتنين والواحد دول مع بعض. فيبو دول هيبو ايه? ثلاثة. فانت تبقى الدايرة عندك بص ناتف. هنا كده هيبقى ثلاثة. انت بتحط مكان واحدة فيهم. ثانية بتحط مكانة ايه? سلكة. تعال للحاجات دي بقى. هل في حاجة مع اي حاجة? دي ودي من السيرس. ودي ودي من السيرس. دي ودي بارل. ودي ودي بارل. اوكي? فيبقى الاتي بقى. الاول ان العشرة والعشرة دول مع بعض بارل. فانت هتجيب الاكويفلنت ما بينهم هتبقى ار اكويفلنت ون. هتسال عشرة في عشرة على عشرة زائد عشرة. تمام? هتطلع معاك خمسة. لما دي حسابة. هتروح هتطلع هنا كده مكان واحدة فيهم. دي خمسة. طب ومكان التانية مكان التانية لت مش هتخط حاجة خالص. هتخطها اوبين سيركت. زي ما اتفقنا. ماشي. هنا بقى. اربعة واربعة. الاتنين عليهم نفس الفولتج. بقى انت كده مش هتبقى غيرت حاجة. لان الاتنين هتبقى هيا هيا الفولتج اللي موجود. اربعة واربعة. هتساوي اربعة في اربعة على اربعة زائد اربعة. يعني اتنين. وعنده اوم وده اوم. هتحطها مكان واحدة فيهم. هتحطها مكان اللي تحت المراتي. ادي اتنين. ودي اللي عليها الفي اكس اللي هو عايزة. تمام? اوكي. او بقيت الدايرة. انا طبعا دي كانت تلاتة لان احنا وانا اتنين وواحد تلاتة. اوكي. تلاتة والخمسة دي مش تمانية. عما دول سيريس برضو. ازاي بنفس الفكرة اللي هو السائل لك عليها دلوقتي. تقول ادي دي كده. طبعا كانوا واحدة فيه. دي تمانية. ودي اللي اتنين. اللي عليها الوي اكس. اوكي. هنزل هنا كده. ادي سورس اللي رقمته عشرة. ايه كده. تمام? كده بقى عندي مقومتين. انا اقدر اطبق. مقدرش اطبق كيرشوف فولتج لو. غير لما يبقى عندي مقومتين بس. فاقول ايه بقى? اقول اني الفي اكس بتساوي. الفي توتل. ايه انا اعتبقى كومتها العشرة اللي خارجة من الصوس. مضروبة فيه. مقومة بقى اللي انا عندها ولا البعيدة. لا الا انا عندها. لان ده. اللي اعتصد هنا اسمها اللي الاتنين. على مجموع المقومتين. اللي اتنين زائد الثمانية. اوكي? يعني هتبقى عشرة. في اتنين على عشرة. العشرة مع العشرة. يعني هتبقى اتنين. ده الفولت اللي موجود لو فيه اكس اللي موجود على الاربعة قوم. واللي موجود على الاربعة قوم التانية. واللي موجود على الاتنين قوم اللي هي الاكويفلنت اللي ما بينهم. اللي هي ار اكويفلنت دو. من هنا تقدر تحل المسائل زي ما انت عايز اللي جاية لك من النوع ده. لازم تختصر الموضوع لمقومتين. وتقدق تطبق كيرشوف فولتج لو. على انك متتخلصي من الفي اكس اللي مطلوب. احنا هنا ما خلصناش منها بس هيوة الفولتج اللي على المقومات اللي باراليل بيبقى هو هو. خلاص تمام? دي فكرة الكيرشوف فورتيج لو. طيب. ناخد اجزامبل تاني شوية على الكيرشوف فورتيج لو والكرشوف كرانت لو مع بعض بقى. في المسألة اللي زي دي. اولا الشكل ده عشان بس الناس ما ما تقلقش يعني. ده نقطة دي اسمها الارضي. ونقطة دي برضو اسمها الارضي. ونقطة دي برضو اسمها الارضي. الارضي ده كله يعني معناها انهم كلهم متوصلين ببعض. يعني في الحقيقة الرأس مشاكلة لك. انها عاملة كده. ده اتنين وعشرين غولت. وده واحد كيلو اوم. وده. كده يعني كيلو اوم. زي ما انت كيلو جرام كده. وهنا سري. وهنا سري. كيلو. وهو. دول كانهم كده كلهم متوصلين ببعض. ده ارضي ده معنا انهم كلهم متوصلين ببعض. اوكي. ايه اللي هو عايزه مني? عايز مني الطيار اللي ماشي عن ده اتنين. ده وده. اللي هو ده. وده. وارتها لا. هو ده وده. باستخدام الفورتش ديفايدر والكران ديفايدر. وعلى فكرة هو في الامتحان غالبا هيبرك تحل باي قانون. عشان يختبرك عرفت القانون ده ولا لأ. طيب ايه اللي هنعمله? اول حاجة. علشان اقدر احل باستخدام كرشوف كران تلو. لازم اجيب الاي تي ده. طيار الكلي. عشان اشوف اقدر اوزع ازاي. انا لو ما عنديش طيار الكلي مش عارف اوزع. طب اجيبه ازاي? طيب الوضع الحالي انت مش تقدر تجيبه. عشان تقدر تجيبه لازم تخلي المكومتين البرالل دول مكومة واحدة. وبعد كده تستخدم اومزلو. جايب الطيار وتوزعه بقى باستخدام الكاراند اا ديفايدر. ماشي. ازاي احل بقى الموضوع ده. ما دول اجيب الار اكويفلنت. الار في 3.3 على 2.2 بلس 3.3. هتساوي. 2.2 في 3.3 على 2.2.3 الكلام ده معناها ان هي بتساوي 1.32 كيلو اوم. هنا بقى الوحدات مهمة لان همهم مش يبيديه لك بالاوم العادي هم بديه لك بالكيلو اوم. وعنشوف دي هتفرق ازاي في الطيار الوقت. تمام? فباقت الدايرة كأنها عاملة كتن. هقول لها بنحطها مكان واحدة فيهم. والتانية بنحطها ايه? كأنها سيركيت. يعني ملاش قيمة. ودي هنا. وان كيلو اوم. ودي دي البقطارية نقفل الدايرات. ايه? ماشي. عايز اجيب الطيار اللي هو الاي تي. في الحالة دي الاي تي اللي هو ماشي هنا اللي هو الطيار اللي ماشي في الدايرة اللي جوه اللي هنوزع منه بعد ده. اي تي ده هيساوي الفولتج تاع السورس اللي هو الاتنين وعشرين على المكومات ما هم سيرس بقى في الحالة دي. طالما هم سيرس اجمعهم على بقت. اتقى ون بلاس ون بوينت سيرتي تو. يعني هيطلع بيساوي توينتي تو على تو بوينت تيرتي تو. يعني هيبتة ميلي امبير. ليه ميلي امبير بقى? وهنا دي برضو نقطة تستحق. دي بالفولت ودي بالكيلو. تمام? واحد على الكيلو وهو الميلي. لان انت عارف تيم بور سري كيلو تيم بور سري اوم. فانت تيم بور سري لما تبقى تحت تبقى كأنها تيم بور نجاتف سري لو هي انا قلتها الفوق. ده هو الميلي امبير. تمام? عشان كابه اقولك الوحدات هنا مهمة. تمام? يبقى تبقى ناين بوينت فورتي ايت ميلي امبير. تمام? نكمل. كده انا جبت الطيار ده. اللي هو خلاص انا عرفت كده ان الاي تي ساوي بوينت فورتي ايت ميلي امبير. اوكي. عايز اجيب بقى الطيار اللي ماشي عن دقار اثنين واللي ماشي عن دقار ثلاثة. هرجعها تاني لاصلها. هرجع الرسمة تاني لاصلها. ليه كأنها عاملة كده. عشان ما تطلق بطش. شد الخط ده كده. بيبقى الموضوع. عايز اجيب الطيار اللي ماشي هنا اهو. عن دقار اثنين. سميه هنا اي اثنين. اقول اي اثنين ده بيسيب. اي تي. طيار الكلي. في. قانون بقى. في المكومة. البعيدة. اللي هي تبقى ار ثلاثة. على مجموعة المكومتين. لو ار اثنين. زائد ار ثلاثة. يعني هيساوي ناين. بوينت فورتي ايت. في. ار ثلاثة اللي هي سري بوينت سري. على. تو بوينت دو. بلاس. سري بوينت سري. طيب. عايز اجيب الطيار اللي هو ماشي في ار ثلاثة. لو اي تلاثة. نفس الكلام. هيبقى الطيار الكلي. لو اي توتل. مضروف في. المكومة البعيدة. مش اللي انا بجيب عندها. اللي هو في الحادة دي تبقى ار ثلاثة. على. ار ثلاثة. يعني. ناين بوينت فورتي ايت. مضروبة في. ار ثلاثة اللي هي. تو بوينت دو. على. تو بوينت دو. بلاس سري. بوينت سري. نتيجة تطلعها بقى. نشوف الارقمة تطلع كم معنا. بقول لك ازاي نتأكد ان احنا حلناها صح. تطلع. بوينت سيكستي. ناين. ويدي. تو با اي اكوال. مین بوينت فورتي ات. في. في سو بوينت دو. فجل رعت القى اعلى. خف. خفف في. اطلع سريه. ناينت سبهم. لزم يطلع الأي توتل في الاخر. يطلع فعلا زي ما عملناها. تمام? طبعا دي ميلي امبير ودي ميلي امبير. وفي كده يبقى احنا طبقنا القانونين في المسألة عنية وفي المسألة التانية قمنا مسألة عن الديفايدر بتاع الكارات. تمام? فكرتين كويسين حبك تحلهم شوية فيهم تفكير مش سهلين قوي. حبك تتدرب فيهم كده وتحلهم وتقدمهم. والمسألتين هم عايزة تطلع حاجات باستخدام الديفايدر او الديفايدر وده اللي انا همحتاجه منك في الدرس ده انك تحل باستخدام احد القانونين. يا الديفايدر او ربما القانونين مع بعض في نفس المسألة. نحتم شوية بالدرس ده لانه شوية فيه فكر زي ما بوضح لك كده. دي انا مختارها قاصد يعني. ايه سهلة ما فيش فيها حاجة بس انا احب انك تتعلم المهارة دي وتشوف احنا حلقناهم ازاي. والقوانين المهمة فيه بتاعت. مش عايزك تحفظ الاسبات انا بس كنت بفاهمك هو جهز ازاي? لكن يهمل انك تبع عارف القانون. طبعا انت هتعرف القانون من قطرة الاستخدام يعني انك هتحل كمان في السكشن وهتحل الاسايمتال في المحاضرة وهتشوف دي اتحلت ازاي. انا بشكركم جدا اا مسألة الليكتشر هتترفع على اليوتيوب وهينزل اللينك ان شاء الله على اليوتيوب. شكرا.